خرده بتعمل فيها ايه؟ شوف تعمل فيها ايه؟ مش لسه بتعمل عمل محاور محور شنزو ابي بينقلك من هذه المنطقة تروح على الدائري خد المنطقة دي ما بعده نحية الاهرام ونحية النادي الاهلي ومنطقة مدينة ناص وتطلع نحية محور المشير تنطاوي ومصطفى النحاس كل الطرق اللي قدام حضراتكم الطولية والعرضية قدامكهم كله طلع منين؟ كله بيصلك بينقلك المنطقة دي عشان تدخل او كنت تخرج من مدينة الامل فيها موضوع تاني الكبار اللي بتتعمل او المحاور اللي بتتعمل سيد الرئيس قال تعملوا المحاور دي يتعمل تحتها ايه؟ عشان ما تتسابتش لو تتسابت هترجع تبقى تاني لا يتعمل نارضة فيها محلات يتعمل ورش ورش عدة ورش بتتعمل عشان الناس تشتغل لهم اهالي مدينة الامل عايزين محلات يشتغلوا وفرص عمل ليهم ولولادهم ورش يشتغل فيها محل يشتغل فيه فبتعمل ده من بعض الحاجات اللي ممكن بعد شوية لو كانت معنا فيديو او معنا صورة للكباري والورش اللي موجودة مع رش يوسف هالجازة معاك ولا لا لو موجودة ممكن نبقى نشوفها الرئيس يكلم عليه النهاردة فاللي بيتعمل هنا بيتعمل فيه اماكن كتيرة في البلد وفيه نمازج ما كل ده كان موجود ما واحنا الناس اللي عايشين في القاهرة من ساعة منطقة مدينة الامل لما كان اسمها القديم من الزماني ده مش عايزين نرجعه لنا فتكره هي مش منطقة دي موجودة من السبعينات مش موجودة من السبعينات طب ما هي موجودة ومستمرة وبالعكس كانوا يقعدوا ابنه ويدخلوا كهربا ويلا وقت الانتخابات استفيد بالموضوع ويلا عشان تاخد كم صوت تعملوا ايه جماعة وصلوهم كهربا ايه جماعة وصلونا صار عندنا مشكلة صار اعملوا ايه طب علوا ابنه واحنا هنساعدكم ويساعدوهم وكلوا ايه مقابل أصوات انتخابية طب حد فكر في الناس دي هتشتغل ايه لما تفضل هذي المدينة لكن لا النهاردة كان عندك فكرة اخرى في فكرة مختلفة خارج الصندوق لا ده انا مش الناس دي هتفضل موجودة ولكن كمان اغير حياتهم ان انا اعمل زي ما حاجة بتشوف كده ان هذه المنطقة يبقى عندهم حركة تانية اوفر لهم فرص عمل في نفس المكان بتاعهم اعمل لهم مجموعة من المحلات مجموعة من الورش مجموعة كذا يبقى الناس كمان حتى تحس انه في حد شايفهم الاول كان ايه لا استفيد بقى من المواضع عندنا والله انتخابات برلمان فيلا السادة عضاء مجلس النواب اه تفضلوا على هناك يلا ده كتلة تصوطية هائلة وهم كتلة تصوطية حقيقية كبيرة جدا وتبقى زي ما بقول كده اصوات مضمونة النهاردة انتش كلمش على انتخابات لا بتكلم على ازاي ناس دي عايش اكويس ازاي الاهالي دي حس انهم فعلا في حد بيشوفهم انه بقاش ناقم على البلد ما هو جنبه ما شاء الله مدينة ناصر يطلع الناحية التانية مصر جديدة الناحية التالتة تجمع قادي بص اهو ما شاء الله طيق هو كان الكلام ده قبل كده ريسال لهم شو فكروا في كذا عملوا هيبقى كده هيبقى دي النمازج اللي هتبقى موجودة اسفل المحاور او الكبار اللي موجودة في هزي المنطقة بتشوف المنظر حتى المنظر الجمالي مش اني بوفر فرصة العمل كمان وبس لا ده انا بوفر فرصة العمل اه والناس تشتغل و و وثانيا يبقى بدل ما سيب الكبرى ده ويعود تاني مرة تانية تتريم فيه المخلفات ويه الناس تقعد بقى مش عارف تعمل فيه ايه والحاجات اللي لحضراتكو عارفينها مع الكبار ومع الأنفاق التاريخ القديم اللي حضراتكو عارفينه يعني من غير ما نقوله يعني لا حافظ عليه بيه يبقى بالنظافة يبقى عندك شركات النهاردة نظافة تشتغل على ده واللي هيبقى موجود هنا ما اكيد مش هيخلي قدامه حد هيقعد يرمي حاجات قمامة لا هو هينظف المكان وانت بتحافظ على المكان ويبقى كده طريق كده او الكوب يبقى كده قادي مجمعات اللي بتتعمل هيتعمل مجمعات شايفين المنظر في أي مكان في أي بلد تحترم أهلها بتعمل ده حيب المكان يبقى دايما نظيف